الانتحار بتناول جرعات كبيرة من الدواء كما فعل المعتقل محمد عبدالله حسن عباس في سجن بئر أحمد بعد خطفه منذ أكثر من 11 شهرا ورفض القائمين على السجن الذي أنشأته وتموله وتشرف عليه الإمارات أوامر النيابة بالإفراج عنه صار ملهما لعدد من السجناء في المعتقل سيء الصيد مصادر حقوقية وأخرى في رابطة أمهات المختطفين أكدت فشل محاولة انتحار أخرى لأحد السجناء في ذات المعتقل نتيجة التعذيب والظلم والإهمال الطبي وعدم تحويلهم للنيابة ورفض أوامر النيابة أن يحولوا إليها منظمات دولية وحقوقية رصدت في عدة تقارير لها عمليات تعذيب ممنهجة بحق المختطفين المنظمات أدانت في تقاريرها الحزام الأمني والميليشيات التي تمولها الإمارات بالمسؤولية الكاملة عن تلك الانتهاكات أمهات المختطفين نظمت وقفة احتجاجية صباح الأربعاء أمام منزل وزير الداخلية بعدن المهندس أحمد الميسري الذي تعهد بالسيطرة على جميع السجون وإخضاعها للدولة ورفعنا شعارات ولافتات تطالب بتنفيذ أوامر النيابة العامة بالإفراج عن 25 معتقلا في سجن بئر أحمد كما طالبت رابطة المختطفين بسرعة تحويل 71 معتقلا في السجن نقل إليه مؤخرا من سجون سرية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وفق القانون والإفراج عمن تثبت براءته بالإضافة إلى الكشف عن مصير المخفيين قصرا في سجون لا أحد يعلم شيء عنها